يصدد تحتفل دولة الكويت كباقي الدول العالم باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يصادف اليوم وذلك بهدف التوعية بمنافع الحفاظ على الطبيعة نعم إدارة التنوع الأحيائي في الهيئة العامة للبيئة تسعى إلى إذكاء الوعي في المشتمع بأهمية التنوع البيولوجي وكيفية المحافظة على البيئة من خلال المشاريع التي تقوم بها يسعى العالم إلى ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة لذا جاء اليوم العالمي للأحياء البرية ليكون بمثابة فرصة لإذكاء الوعي بالمحافظة على التنوع الأحيائي وخاصة الموجود في دولة الكويت في تنوع أحياء جيد بالنسبة للنباتات الفطرية وأيضا للحيوانات الموجودة البرية لكن اللي قاعد نشوفه أن الناس ما عندها الوعي الكافي أنها تحافظ أو تلاحظ هذا الجمال الموجود في البيئة البرية وأننا شلون نستغل هذا الشيء في أننا نعيد تأهيل البيئة عندنا مثل مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية باستزراع نبات القرم نبات القرم من النباتات التي كانت موجودة أساسا في بيئة دولة الكويت وانقرضت تقوم إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي على التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة مع الحيوانات التي على وشكل انقراض لنكون أكثر حرصا مع الطبيعة وبالفترة الأخيرة كنا نركز على الكائنات الحية والفطرية الموجودة في دولة الكويت مثل السلاح في البحرية والثديات البحرية حيث أن السلاح في البحرية اتي في موسم تعشيشها لوضع عشاشها على شواطئ الكويت ويقوم بهذه الفترة فريق من الإدارة بزيارة المواقع المتخصصة في تعشيش السلاحف لوضع بيضها ويقومون بوضع أعلام ومحاوطة العشاش ونشر التوعية البيئية لعامة الشعب المتواجد في هذه المواقع هذا اليوم يذكرنا بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة في حق الحية البرية اليوم العالمي للأحياء البرية هو فرصة للتأمل في جمال التنوع الأحيائي وما تقدمه لنا من منفعة بشرية على كفة الأصعدة من الهيئة العامة للبيئة مرعو محرم تلفزيون دولة الكويت